وإلى المهرة حيث أكد محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة استمرار دعم سلطة المحلية لقطاع التعليم بمختلف مراحله وتصخير كافة الإمكانات لتسير العملية التعليمية في المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطن جاء ذلك خلال حضوره للحفل الذي أقامته مدرسة الدرعية للتعليم الأساسي والثانوي بمدينة الغيظة لتكريم المعلمين والطلاب المتفوقين وأبارك المحافظ بن ياسر لنجاح العام الدراسي والجهود التي بذلتها قيادة مكتب التربية والتعليم والإدارة المدرسية والمعلمين مهنيا المعلمين والطلاب المكرمين في ختام العام الدراسي بمدرسة الدرعية مثمنا الدعم الكبير الذي تقدم قيادة التحالف ممثلة بمملكة العربية السعودية لمحافظة المهرة وخاصة في قطاع التربية والتعليم ترجمة نانسي قنقر